طالت جهود البناء والتنمية جميع مناحي الحياة في مصر بلا استثناء لتحقيق هدف محدد هو تعظيم قدرة الدولة في جميع المجالات سعيا لحاضر ومستقبل أفضل لمصر والمصريين فعلى صعيد التنمية الإقليمية أطلقت مصر مبادرة تنمية الريف خياة كريمة كواحد من أكبر المبادرات التنموية في العالم من حيث عدد المستفيدين والنطاق الجغرافي لها المبادرة تشمل أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة وأربع وثمانين قرية في عشرين محافظات مصرية بمخصصات مالية تتجاوز تريليون جنيه وفيما يخص تنمية الصعيد خصصت الدولة المصرية سبعة عشر في المائة من المواقع الصناعية المنتشرة بأنحاء الجمهورية والمقدرة بمائة وثلاثة وخمسين موقعا للصعيد كما تحرص الدولة المصرية بشكل مستمر على رفع مخصصات تنمية الصعيد في الموازنة العامة وفي سيناء المصرية تم توجيه استثمارات تبلغ قيمتها أكثر من سبعمائة مليار جنيه منها مشروعات زراعية وصناعية ومشروعات لمياه الشرب ومدن جديدة وتطوير للموانئ والمطارات وفي قطاع الزراعة نفذت مصر حوالي ثلاثمائة وعشرين مشروعا زراعيا منذ عام 2014 وتبنت الحكومة المصرية مبادرات رئاسية مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان والريف المصري والدلتة الجديدة وغيرها كما شهدت مشروعات النفط والغاز الطبيعي في مصر توسعا كبيرا وكان من أهم هذه المشروعات حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط وغيره من مشروعات استكشاف الغاز واستخراج وتكرير البترول التي ساهمت في تخفيف آثار الأزمات الاقتصادية على الاقتصاد المصري واستقرار أوضاع مصر في خضم أزمة طاقة تشهدها معظم دول العالم الدولة المصرية اهتمت كذلك بملف البنية الأساسية ففي إطار المشروع القومي للطرق تم تنفيذ طرق جديدة بإجمال أطوال بلغت 7500 كيلو متر